وقد دعت وزارة الداخلية متمثلة في المديريات الأمنية بمحافظات المملكة السادة المواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تبذل وزارة الداخلية كافة الجهود والإجراءات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين لاحتواء فيروس كورونا ومن انتشاره وفي هذا الإطار تؤكد المديريات الأمنية بضرورة مواصلة الالتزام بعزم بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لا بد من الحرص على توعية جميع أفراد المجتمع بحجم المسؤولية المتمثلة في التزامهم بالإجراءات الاحترازية واللي منها لبس الكمامات في الأماكن العامة والابتعاد عن تجمعات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خصوصا في المحلات التجارية والبقاهي والأماكن اللي يكثر فيها الناس حابين نوه الجميع بعدم التهاون بالتزام بتلك الاجراءات حتى في ظل أخذ اللقاح ضد الفيروس لأن الحذر واجب من الجميع لتجاوز تلك الجائحة مديريات شرطة محافظة المحرق مستمرة في الحملات التوعوية في عموم محافظة المحرق سواء للجمهور أو المحال التجارية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتم استحداث تطبيق رمز الاستجابة السريعة QR الذي من خلاله يمكن للطلاع على الدليل الشامل لفيروس كورونا والصادر من الجهات المختصة وكذلك الإجراءات التي يجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي وتم ذلك عبر الهواتف والأجهزة الذكية نحن مثل ما عارفين أن حكومتنا الحمد لله مبم قصرة بذلت كل ما بوسعها والجهات المعنية أيضا مثل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية ما قصروا لكن هنا الحين يجب علينا نحن كمواطنين أنا دوري كمواطن أن أتساعد مع هذه الجهات في أني أنا أتبع الإرشادات في أن أنا ألتزم عن التجمعات ألتزم بالكمام ألتزم بكل ما يبعدني عن هذه الجائحة فبلا شك أن المواطن هو اللي قادر بالتعاون طبعا مع الجهات المعنية وهو اللي قادر أن يقي نفسه من هذه الجائحة خلال هذه الفترة أرقام المصابين بالكورونا في تزايد بعد ما كانت نتائجنا طيبة فهذا أدى إلى لا بد أن يكون هناك وعي من المواطنين فالمواطن هو الأساس في التزام بجراءات وتوصيات الفريق الطبي القائم على جارحة كورونا والتزام بالكمام والابتعاد عن التجمعات نرى في مملكة البحرين جهود جبارة من المديريات الأمنية المنتشرة في مملكة البحرين سواء كانت في توعيتهم في نشرهم هذه الوعي سواء كانت كمامات توزع على المواطنين دخولهم نزولهم مع المواطنين في الأسواق فيجب علينا أن نتعاون معهم حتى نتخلص من هذه الظروف الصعبة الموجودة حاليا وعي المجتمع كان أساس التعاون مع هذه الآزمة صحيح أننا فيه هناك يعني وعيد إجراءات نحن ننقينا في سنو مجتمعنا لكن أيضا وعي المواطن أنا أعتقدنا لدور لذلك لازم نتكاتف على أساس أننا لا نزيد من أمل للآزمة وخصوصا الحياة لا بد تستمر على وطيرات السابقة لكن إذا بغينا نوصل لها لا بد أن نكون عنصر فعال في الوصول لها إن تحقيق السلامة العامة يتطلب تعاون وتكاتف الجميع ووعي كافة مكونات المجتمع بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من اللجنة التنسيقية الأمر الذي يساهم في إنجاح الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر